حبيت أعيد على كل الأمهات مرة تانية في عيدكم اليوم وبصلي أيضا كل أفراد العائلة اللي بيشاهدوني إنه اكرم أباك وأمك اكرم أمك مش يوم واحد في السنة أو احتفال مرة واحدة في السنة لكن يكون شيء خاص ومميز كل يوم في حياتك من كل أيام السنة في تأمل المبارح أنا تكلمت عن نساء كثيرات في العهد القديم وفي العهد الجديد لكن اليوم أنا حبيت أخصص تقدير ومحبة خاصة لأعظم امرأة في الوجود القديسة المطوبة المحبوبة على قلب الجميع مريم العذراء مريم العذراء طبعا عاشت في بلدة متواضعة مدينة الناصرة وهي البلدة كانت طبعا يمكن سمعتها مش كويسة كانت خاطبة وفي هذه المرحلة جاء الملاك وبشرها بأعظم بشارة وافتقدها بأعظم زيارة قال لها سلام لك أيتها المنعم عليها وقال لها أنك ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع سألت مريم كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا أجاب الملاك وقال الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله قال الملاك لمريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله هذه كلمات عظيمة جدا موسى في القديم سأل الله إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك لكن واضح أن الله وجد نعمة في هذه الشابة التي كانت تعيش في بلدة متواضعة في مدينة الناصرة مريم طبعا كانت متميزة كانت زكية شاطرة يعني وكانت مفكرة كانت تتعمق في الكلمات وتحتفظ في كل كلمة ثم كانت مفكرة لأنها كانت تفهم وتدرك الكتب المقدسة والنبوات في العهد القديم بحيث أنه لما اتكلمت في التسبحة أو النشيد اللي الملايين عم بيحفظوا تعظموا نفس الرب وتبتهجوا روحي بالله مخلصة هذه الأنشودة اقتبست آيات كثيرة من العهد القديم مريم طبعا بالنسبة لها كشابة وجدت نعمة في عيني الله لكن لاحظ سألت بزكاء كيف يكون هذا هي مدركة الأوضاع المحيطة والعدات والتقاليد وتدرك أيضا خطورة وأهمية الموضوع ولسيما العقوبة في العهد القديم إذا وجدت عذراء حبلة فاتخيل معي صعوبة الموقف وخطورة الموقف لكن فعلا مريم هي مدرسة مدرسة كبيرة وهي مصدر إلهام للكثيرين وأنا واحد منهم فإذن مريم كانت مفكرة لكن اللي تخطى التفكير إنه آمنت وصدقت وامتلكت الوعد من الرب يعني بغض النظر شو المواجهات والتحديات اللي رايحة تواجهها في تلك الأيام وخليني أبتدي أقول إنه مريم هي ليست من نصيب خاص لطائفة مسيحية بينما الطائفة الأخرى لا تعطيها الأهمية مريم أم يسوع أم ربنا يسوع المسيح هي مش مختصة إن تكون فقط للكاتوليك أو للأرتودوكس وكذلك كما إنه بطرس ليس من اختصاص كنيسة الكاتوليك يعني في روما أو القديس مرقص للكنيسة القبطية في مصر وهذه عادة توجهاتنا كبشر نميل إلى الانقسامات يعني هذا الشيء ليس جديد حتى في أيام بولوس قال البعض أنا لبولوس والبعض الآخر أنا لأبولوس فراحت المجموعة الثالثة قالت لا 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 أحنام تابعين العملاق الكبير المؤسس بطرس فإذن كل واحد بحاول يتخصص بقديس والبعض الآخر قال أنا للمسيح وبالحقيقة إنه كانت كلها انقسامات وهكذا اليوم إحنا من ميل للتخصيص إنه كأنه قديس أو رسوله يتخصص لطائفة معينة أو لشعب معين طبعا في احترام في تقدير مثلا للقديسين اللي مثلا جاءوا من منطقة معينة فالبلد بحب يكرم هذا الشخص كما إنه يسوع المسيح هو مش من اختصاص أهل الناصرة يقولوا مثلا يسوع ابن بلدي بحب التعبير اللي قالوا السامريين عن يسوع المسيح مخلص العالم فهو لكل البشرية لكل الشعوب ولكل الأمم كذلك كتير طواف بيقولك بيركزوا على المعمودية في طائفة معينة وبركزوا على شيوخ بطائفة أخرى وبركزوا على الروح القدس بطائفة معينة وكأنه صار كل شيء exclusive لطائفة معينة ليس هكذا وأيضا ليست مريم من نصيب شعب خاص أو طائفة معينة فمريم مقدرة محترمة من الجميع فإذا أحبائي مريم كانت مفكرة تحفظ كل شيء في قلبها بتماعن بتفكير بعمق روحي بتفكر في الأمور الجاية ثم شيء آخر يمكن إحنا غير مدركين إنه مريم كانت نبية والنبوة اللي قالتها هو ذا الآن منذ الآن جميع الأجيال تطوبني وفعلا كل الأجيال تطوب مريم تعرفوا الغريب يعني حتى للناس الذين يؤمنون أو لا يؤمنون حتى بوحي الكلمة لكنهم يقدرون ويحترمون مريم مثل مثلا أحبائنا المسلمين بيحطوا مريم في مصاف تقدير عظيم جدا أنها طاهرة وأن الله اختارها وتخيل معي من بين كل نساء محمد وكل نساء الحواريين اللي كان عنده لم تنزل أي صورة إلا صورة مريم وهذا طبعا أكيد تقدير لشخصية مريم مع أنه نحن لا نوافق أو نتفق بكتير أشياء بالحديث عن مريم في هذه الصورة ولكن واضح أنه الدافع هو تقدير واحترام لمريم ما زلنا حتى اليوم إحنا منطوب هذه القديسة المباركة مريم العذراء لليوم هي مصدر إلهام للملايين بل مئات الملايين اللي بيحترموها واللي بيقدروها واللي بينظروا إليها بكل إجلال وبكل تواضع وبكل تقدير وبكل احترام لأنها فعلا تستحق هذا مريم كانت خاضعة لمشيئة الرب كانت قانعة في حالتها وفعلا يعني صدقت الوعد بغض النظر شو رح يكون معها أو يحدث إليها وكانت أيضا أحبائي مش بس قانعة متواضعة في شخصيتها يكفي أن نقول إن استسلمت لكلام الرب عندما قالت ها أنا آمت الرب وقالت أيضا ليكن لي كقولك هذا الأمر إحنا منقرأ أو أحبائي يمكن مر الكرام لكن إذا بتتمعن في الكلام إنه هي حطت حياتها في خطر في ظروف قاهرة في ظروف صعبة جدا والحقيقة إنه حتى لما رحت للهيكل سمعان الشيخ تنبأ إنه سيجوز في نفسها السيف وهذا السيف ليست مجرد يعني مجرد كلمات واحدة من أكثر الصور اللي بتأثر فيي أنا شخصيا لما بتروح لكنيسة القيامة وبتشوف في صورة وين الجلجثة في يعني في من فوق لما بتاخد الدرج لفوق وين صلب المسيح في صورة معبرة جداً سيف داخل في مريم والدموع كأنه بتنزل كأنه فعلاً دموع حية إلى اليوم ما زالت تبكي إلى هذا اليوم فمعظم الناس بتتأثر من هذا المنظر كما يقول المثل الصيني إنه صورة يعني أكثر من ألف كلمة وحتماً إنه هاي الصورة مميزة ويعني بتشوف في الأراضي المقدسة إنه مريم هي مش من نصيب واحد واحدة من أجمل الأماكن في الناصر هي كنيسة البشارة لما بتدخل كنيسة البشارة بتشوف في الساحة على الحائط صور لمريم أي قنات عديدة وفي داخل الكنيسة من كل دول العالم بتشوف شكلها كعربية أفريقية صينية يابانية من جنوب أمريكا بتشوف مثلاً اليابان عاملين الشخص بتاعها من اللؤلؤ يعني أغلى أغلى صورة عملوها اليابانيين لصورة مريم ولما بتدخل كنيسة المهد يعني بتنزلها درج تشوف وين مكان ولادة يسوع المسيح بتشوف صورة من فضة صافة صورة مريم باللون الأفريقي يعني اللون الأسود فإذن هي مقدرة من كل الشعوب ومن كل الأمم لكن أحبائي شخصيتها هي يعني كأنها بتقول أنا عبدي للرب ها أنا آمت الرب وهذا ما فعلاً يعظم شخصيتها وهذا ما يمكنها ونقدرها بسبب هذا التواضع العظيم وخلينا أقول أحبائي أنه هذه الولادة رغم أهميتها وعظمتها أن تلد الرب يسوع المسيح مخلص كل البشرية لكن في ثمن دفعته ومرت في أزمات كثيرة الأزمة الأولى التعيير التشهير فقد أنه حتى أهل الناصر أليس هذا ابن مريم ولليوم بهينه الرب يسوع المسيح بقولهم يسوع ابن مريم ابن مريم وهذا طبعاً اسم للأسف للتحقير والتقليل من الأهمية يعني كأنه بدي يقوله كأنه يسوع ابن غير شرعي بكلمات أخرى اليوم حتى في التقاليد اليهودية مكتوب عن يسوع بيلفظه أول ثلاث أحرف يعني يمحى ذكره واسمه ما بيضيفه الكلمة الأخيرة عين اللي هي يسوع أو يشوع اللي بتعني الرب المخلص فإذا ما زال اليوم من العديد من الناس اللي بتحتقر وبتعير هذا الاسم العظيم اللي ولدت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح له كل المجد فتخيل أنت شابة تكون حامل تخيل نظرات الناس القاسية وتخيل القلوب الجاحدة والجامدة مش شايفين مخطط الله مش شايفين نظرة الله كل ما شايفين عاوزين يحقروا بهذه الشابة الصبية الصغيرة اللي كانت حامل بالرب يسوع المسيح شيء آخر أحبائي تخيل أنه هيرودوس الكبير كان عاوز يقتل الطفل يسوع وهيك اضطر القديس يوسف ومريم والطفل يسوع أنه يهربوا إلى مصر وكانوا لاجئين في أرض مصر مصر استقبلتهم ورحبت فيهم والرب بارك أرض مصر وما زال يبارك أرض مصر بسبب إيمانها وبسبب إيمانها وأيضا تقديرها مش بس لمريم لشخص الرب يسوع المسيح طبعا صعب أنه نعبر بغض النظر شو التشهير ولا التعيير ولا لجوء والهروب وظروف قاهرة وصعبة جدا في قرية مش فاهمين إرادة الله وطبعا الحالة الفقر والظروف السياسية الصعبة والدين اللي كان يعني لامس كل نواحي الحياة فتخيل أنه كل هذه احتملته مريم وخلينا أقول أنه بعد موت يسوع المسيح بما أنه هي أم يسوع أكيد أكثر إنساني واجهة الاضطهاد مثل الرسل يكفي أن نقول أنها أم الرب يسوع المسيح فمين التارجت؟ مين الهدف؟ اللي ممكن يكون أكثر شخصية معردة للموت؟ هو أقرب الناس ليسوع اللي هي أمه فتخيل أنه أمه واجهت كل هذه السيوف وكل هذه التحديات والاضطهادات من عديد من الناس لهذا نقدرها ونحترمها ونطوبها فعلا وجدت نعمة عند الله واليوم الملايين مئات الملايين بحبوا يتمثلوا بمريم بحبوا أنه يسيروا في خطوات هذه الإنسانة العظيمة المباركة اللي بكل معنى الكلمة هي أم هي أم الرب يسوع المسيح هي مش بس اختبرت الأزمات لكن اختبرت البركات وجدت نعمة عند الله وهذا الشيء مميز اختبرت بهجة الخلاص بقولها تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي كلمات شبيهة لكلمات سمعان الشيخ عيناء بسرطاء خلاصك اختبرت بهجة الخلاص ثم مريم اختبرت الحضور الإلهي يعني مكتوب عن الروح القدس يظللك وهذا الحضور يشبه حضور الله في خيمة الاجتماع في القدس مكان تبوت العهد لكن هذا الحضور كان في أحشاء مريم حضور الإلهي موجود فيها ثم أحبائي بعد في يوم الخمسين خليني أقول اختبرت مع التلاميذ في يوم الخمسين الامتلاء من الروح القدس ومثلها مثل التلاميذ مين ممكن يكون أعظم مبشر للخلاص مين ممكن يكون أعظم مرسل وإرسالية أكيد مريم اللي اختبرت وعينت من الولادة حتى صعود المسيح إلى السماء والامتلاء من الروح القدس وجالت وخرجت مبشرة مع التلاميذ هي مثال العظمي اليوم احنا منقدم لها الاحترام والتكريم والبركة للقديسة مريم أحبائي مريم العذراء كتير من الناس يمكن مش فاهمين شخصيتها البعض اللها عملها إله وهذا تجديف في الكتاب المقدس وللأسف حتى أحبائنا المسلمين ما فهموا على كلمة الله حتى الآية اللي بتقول أأنت قلت للناس اتخذوني وأم إلهين من دون إلا حتما هذا الكلام ليس للمسيحيين أكيد بيحكوا عن جماعة تانين فالمسيحية تؤمن بثالوث مقدس الله الآب الله الابن اللي هو كلمة الله والروح القدس والختم والعربون والمحي الروح المحي في حياة الناس مريم اهتمت بالطفل يسوع وترعرع الشاب يسوع والدليل أنه في عمر 12 سنة كان بحاور علماء اليهود والدليل أنه لما دخل المجمع كعادته مكتوب أنه فعلا نمى وتربى التربية الصحيحة وكان حافظ العهد القديم هذا طبعا بكله بفضل الأم اللي ربته واللي علمته حتى يكون ضليع في الكتاب المقدس أحبائي أنه أنه رب يبارك وتختبر بهجة الخلاص وتختبر نعمة الله تختبر الحضور الإلهي وتختبر اليوم قوة وقدرة الرب في حياتك المغيرة واليوم تكون بداية جديدة في حياتك تمتلئ من الروح القدس حتى تكمل مسيرة الحياة ليس السلوك بالجسد لكن بالروح القدس مرة تانية كل عام وأنتنا بألف خير والرب يبارككم جميعا